وحسب ما تريدوا السلطة كما تفضلتم في الآوين الأخيرة انتشرت فتاوة من الإعلام من علماء يحسبون أنهم علماء يتحدثون في الفوائد البنكية وفي الربا ويحاولون كما يقول كثير أيضا من العلماء الآخرين شرعنت الربا بطريقة أو بأخرى ومع ذلك نقول إنهم لو عادوا ورجعوا إلى المؤسسات القديمة التي أفتت من قبل وأصدرت حكمها من قبل بما يشبهوا الإجماع أصدرت حكمها من قبل بتحريم الفوائد البنكية وتحريم جميع الصور الاستثمار عن طريق البنوك هذه فلدينا مجمع البحث الإسلامية بالقاهرة الذي أصدر قراره سنة 1965 بتحريم جميع صور فوائد البنوك سواء إذا كانت هذه الفوائد في صورة عوائد بنكية أو في صورة شهادات السمار أو في صورة اعتماد بنكي ليس له رصيد أو غير ذلك من الصور أفتى المجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في الستينات القرن الماضي أفتى بحرمتها حرمة قاطعة وبعده بتقريب العقدين من الزمان جاء مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي لينعقد في سنة تقريبا 1982 ويصدر فتوها أيضا بنفس المعنى تحريم فوائد البنوك هذه ثم يأتي بعد ذلك مجمع رابط العالم الإسلامي وتتوالى قرارات المجامع الفقهية والمؤسسات الدينية الكبرى بتحريمها فلأن هؤلاء عادوا إليهم إضافة إلى كثير من كبار ورموز الأظهر الشريف وغيره أصدروا فتواهم مثل الشيخ عاطية سقر رحمه الله الشيخ جرد الحق رحمه الله الشيخ عبد الحلم محمود الشيخ عبد المجيزي الشازلي الشيخ عبد المجيزي السليم عفوا الشيخ عبد المجيزي السليم كل هؤلاء تصدروا فتواهم بتحريم فوائد البنوك فلأن هؤلاء عادوا إليهم لا استفادوا منه أو أفادوا منه كثيرا لكن الحقيقة يعني يراد أمر ما ويصدر له هؤلاء المفتون الذين إيه لا فقة في فتواهم ولا فيها